بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين ثم أما بعد فدرسنا بهذه الليلة لتفسير هذه الآيات الكريمات من سورة الصافات من الآية الثانية والستين وما بعدها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أذلك خير نجلًا أم شجرة الزقوم؟ إن جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبًا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون وهذه الآيات الكريمات جاءت بعد وصف نعيم أهل الجنة الذي مر في الآيات السابقات فإن الله سبحانه وتعالى ذكر نعيم أهل الجنة الذين آمنوا بالله عز وجل وأفردوه بالعبادة فذكر لهم نعيماً عظيماً لقوله عز وجل أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكاس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون هذا النعيم الذي أشار الله عز وجل إليه يقول هنا الله عز وجل أذلك يعني هذا النعيم الذي أعده الله للمؤمنين خير خير نزل أم شجرة الزقوم وهذا أمر واضح فليس الحالة الأولى كالحالة الثانية لكن ليتذكر الناس وليعرف الناس مصير الفريقين نزلاً أم شجرة الزقوم يعني هذا خير ضياف وعطاء أم شجرة الزقوم التي في جهنم وهذه الشجرة هي شجرة واحدة أم شجر كثير فقال بعض المفسرين كما أن في الجنة شجرة تسمى طوباء وفي كل موضع من الجنة غصن من هذه الشجرة الكريمة فإن في جهنم فإن في جهنم شجرة تسمى شجرة الزقوم ولها فروع في جميع نواحي جهنم وقيل أن المراد الجنس بمعنى جنس شجر اسمه الزقوم موجود في جهنم فهو شجر كثير وليس شجرة واحدة وهذا القول يدل عليه قول الله عز وجل وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين فإن المراد بهذا هنا الجنس يعني جنس شجرة الزيتون لأنه ليس المراد شجرة واحدة وإنما المراد شجر الزيتون فكذلك الزقوم هو شجر ورب أيضا ما يدل عليه ما جاء فيه قال شجر إيش الآية التي فيها شجر قال ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم شوفوا هنا قال شجر ولم يقل شجر لآكلون من شجر من زقوم وعلى كل فالمراد هو أن لأهل النار والعياذ بالله طعام خبيث وهذا الشجر يسمى شجر الزقوم وهو بقدرة الله عز وجل ينبت في أصل الجحيم يعني ينبت وتنشى وهو في أصل الجحيم ولهذا كان فتنة للظالمين الذين يشكون في قدرة الله عز وجل فإنهم كما شكوا في قدرة الله عز وجل على البعث فإنهم شكوا في كونه شجر ينبت في النار والأصل في النار أنها تحرق الشجر ولهذا قال الله عز وجل إنا جعلناها فتنة للظالمين يعني افتتنوا بهذا القول وجعلوه سبب للتكذيب وكما ذكر قتادة قال ذكرت شجرة الزقوم فافتتن بها أهل الضلالة وقالوا صاحبكم ينبيكم أن في النار شجرة والنار تاكل الشجر فأنزل الله تعالى إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم غذيت من النار ومنها خلقت وهذا يعني استبعادهم أو استنكارهم لما يعرفون الذي يعرض كل شيء يرد على عقله وعلى ما يعرفه من أحوال الدنيا فهذا ما آمن بأمور الغيب فإن بعض أمور الغيب ليست مشاهدة في هذه الدنيا ليس مشاهدة في هذه الدنيا والإيمان الراسخ والذي فيه إيمان بأمور الغيب إذا أخبر الله عن ذلك بشيء فإنه يصدق به ولا يتلجل في ذلك إلا المفتون ولهذا قال الله عز وجل إن جعلناها فتنة للظالمين وذكر مجاهد عن أبي جهل لعنه الله أنه قال إنما الزقوم التمر والزبد أتزقمه يعني يتزقمه يأكله وقال هذا الذي يخوفكم به محمد هو التمر والزبد فهو يتزقمه وهذا من باب الاستهزاء قال ابن كثير ومعنى الآية إنما أخبرناك يا محمد بشجرة الزقوم اختبارا نختبر به الناس من يصدق منهم من من يكذب كقوله تعالى وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن يعني والشجرة الملعونة في القرآن وهي شجرة الزقوم جعلها الله عز وجل الفتنة قال ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا قال إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم أي أصل منبتها في قرار النار طلعها كأنه رؤوس الشياطين طلعها يعني ثمارها التي تطلع فيها كأنها رؤوس الشياطين ورؤوس الشياطين هل رآها الناس حتى تشبه لهم برؤوس الشياطين هل الناس رأوا الشياطين ولهذا قال بعض المفسرين المراد أنه مستقر في فطر الناس أن الشياطين بشعة أن الشياطين منظرها بشع وكريه فإذا شبها شيء برؤوس الشياطين فهذا يدل على بشاعته وخبثه ولهذا الناس إذا رأوا شخص شعره منفوش ومبعشر وكذا قالوا هذا رأسك كأنه رأس الشيطان فهل رأوا رأس الشيطان لكن هكذا استقر في فطرهم وبعض من المفسرين قال أن المراد بالشياطين نوع من الحيات لها منظر كريه وشعر في رؤوسها والمراد أنه تنفير من هذه الشجرة وأنها قبيحة وقيل فيه شجر يطلع في البراري فيه شوك وشكله قبيح يسمى الزقوم فضرب بهذا مثل يعني أن هذا الزقوم الكريه الذي فيه شوك ورائحته منتنة فإنه هو الذي يطلع في جهنم شبيه بهذا وقد يكون له أسماء عند العرب غير الزقوم وقد يكون بعضهم يسميه بالزقوم المهم القلاصة أن هذه الثمرة والشجرة من أخبث المطاعم في لونها وريحها وشكلها ولهذا قال ابن كثير ذكر تعالى أنهم يأكلون من هذه الشجرة التي لا أبشع منها ولا أقبح من منظرها مع ما هي عليه من سوء الطعم والريح والطبع فإنهم لا يضطرون إلى الأكل منها لأنهم لا يجدون إلا إياها وما هو في معناها كما قال تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وذكر ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلى هذه الآية وقال اتقوا الله حق تقاته فلو أن قطرة من الزقوم قطرة أو قطرة في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم فكيف بمن يكون طعامه وهذا الأثر رواه الترمذي والنساء وابن ماجا من حديث شعبة وقال الترمذي حديث حسن صحيح ثم قال تعالى ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم لشوب والشوب هو الشي المخلوط فهم يشربون من حميم لكن هذا الحميم مخلوط عليه خلط من الصديد فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون نعم فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون وهذا يدل على أن أهل النار يكونون في حالات يعني حالة يأكلون ما يجدونه وحالة يشتد عليهم العذاب لأنه قال بعد ذلك ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم يعني إذا ذهبوا للأكل فيأكلون هذه الأشياء النتنة الخبيثة ثم يرجعون إلى جحيم أشد والعياذ بالله فدل على أن النار تأكل جلودهم وتحرقهم وإلى غير ذلك لكن يبقى لهم بطون يضعون فيها هذه الأطعمة الخبيثة وأنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يعني يكبر الكفار للعذاب حتى إن أحدهم غرسه مثل جبل أحد يعني يكون حجمه كبير تأكل النار أطباق من جلده وجسمه ونحو ذلك ويعيش في ذلك لكنه يتكلم أحيان فإنهم يتكلمون أحيانا ويصيحون ويستغيثون ويردون أكلا ويردون شرابا فهم في غامرات النار أجارنا الله وإياكم من ذلك ولهذا ذكر في الأثر عن أبي أمام الباهل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول يقرب يعني إلى أهل النار ما فيتكره فيتكرهونه فيتكرهونه فإذا أدني من أحدهم شوى وجهه ووقعت فروة رأسه فإذا شريبه قطع أمعاه حتى تخرج من دبره أجارنا الله وإياكم من ذلك قال ابن كثير عند قول الله عز وجل ثم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم قال أي ثم إن مردهم بعد هذا الفصل يعني بعد ما يبقون في الأكل الخبيث هذا لإلى نار تتأجج وجحيم تتوق وسعير تتوهد فتارة في هذا وتارة في هذا كما قال تعالى يطوفون بينها وبين حميم آن قال هكذا تلق تاد هذه الآية قال ابن كثير وهو تفسير حسن قوي وقال السد ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم وكان عبد الله رضي الله عنه يقول والذي نفسي بيده لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار ثم قرى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا وأيضا روية لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء ويقيل هؤلاء قال سفيان قراه ثم قرى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيل ثم إن مقيل ليلة الجحيم ثم قال سبحانه وتعالى إنهم ألفوا آباءهم ظالين يعني هذه العقوبة على كفرهم لأنهم تركوا ما جاءهم من الحجج والبينات واتبعوا الآباء مجرد اتباع وتقليد من غير النظر في قول الرسل ولا في براهينهم ولهذا قال إنهم ألفوا يعني وجدوا آباءهم على هذه الحالة أي إنما جزيناهم بذلك لأنهم وجدوا آباءهم على الظلالة فاتبعوهم فيها بمجرد ذلك وهذا يدل على أن التقليد ليس من الأدلة في شيء لأنهم وجدوا أباءهم يفعلون ذلك ولا ينبغي للإنسان أن يقبل شيء ما لم يتضح له برهانه أما بمجرد أنه كان عليه الآباء أو كان عليه الأجداد أو كان عليه أهل قريته أو أهل بلده فهذا ليس بحجة لا يقبل الإنسان شيء إلا ببرهان لا سيمة وهؤلاء قد جاءتهم براهين الرسل ومع هذا قدموا التقليد على براهين الرسل فهذا لا ينفعهم في شيء ولهذا قال فاتبعوهم فيها بمجرد ذلك من غير دليل ولا برهان ولهذا قال فهم على آثارهم يهرعون والإهراء هذا شبيه بالهرولة والمراد بذلك شدة التمسك بما عليه الأباء فهم يسرعون ويهرولون إليه ولهذا تعظيم الأباء وتعظيم ما كانوا عليه وتعظيم الزعماء ونحو ذلك قد يكون سببا لصد الإنسان عن الحق هذا يكون سبب لصد الإنسان عن الحق ولعل لنا في قصة أبي طالب عبرة فإنه كان يعظم عبد المطلب وعبد المطلب له مكان وهو زعيم كان زعيم مكة فكان الكفار من قريش يقولون له أترغب عن ملة في عبد المطلب يعني تترك ملة أبيك ومن تعظيمه لأبيه لا يريد أن يترك ملة أبيه مع أنه قد اتضح له الحق وذكر ذلك في شعره وقال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين لكنه لا يريد أن ينتقص أباه فإنه لو قال أن أباه لم يكن على هدى فمعنى ذلك أن في هذا انتقاص والإنسان ما لم يتجرد لله عز وجل ويستسلم لله بغض النظر عن أي اعتبار آخر فإنه ما كان مسلم لأن الإسلام هو الانقياد لله سبحانه وتعالى والتخلص من كل مؤثرات أخرى فهذا قدم الحفاظ على سمعة أبيه على توحيد الله عز وجل ولهذا اجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم في هدايته لأنه كان له مواقف مشرفة مع الرسول صلى الله عليه وسلم الله عز وجل سخره لحماية الرسول صلى الله عليه وسلم وللدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا مصداق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر والفجور درجات منهما يكون فجور الكفر ومنهما هو دون ذلك لكن أحيانا يسخر الله عز وجل رجل فيه كفر لنصرة هذا الدين يسخره لنصرة هذا الدين ولهذا إذا أصاب هذا الرجل المسخر إذا أصابته مصيبة فإن الإنسان يحزن لا عليه ولا على دينه ولا على منهجه وإنما يحزن على ما يصيب المسلمين بزواله ولهذا العام الذي توفي فيه سمي بالنسبة توفي فيه وتوفيت فيه خديجة رضي الله عنها فسمي عام الحزن بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم وليس حزن الرسول صلى الله عليه وسلم على وفاة عمه حزن عليه لذاته وإنما حزن لأن المسلمين سوف يتضررون بسبب فقد هذا الرجل والناس يخلطون بين هاتين المسألتين ولهذا قد يكون رجل فيه كفر وفيه فسوق وفيه إجرام لكنه أخف على المسلمين من رجل أشد كفرا وفجورا وعنده بغض زيادة على المسلمين فتجد بعض الناس يلتبس عليه الأمر فيظن أنه إذا حزن على هذا الرجل أو فرح بنصره أن هذا يقدح في دينه وهو إنما حزن وفرح لما يتعلق بتأثيره على دينه إنما يتعلق بتأثيره على دينه لا على منهجه ولا على طريقته وبعض من الناس يخلط في هذا الأمر فإذا فإذا رأى أن هذا خاص في حال مرحلة ضعف المسلمين كما لما حصر الرسول صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب شعب لحماية المسلمين ومثل هذا ما حصل للمهاجرين الذين هاجروا عند النجاش فإن المسلمين الذين ذهبوا إلى النجاش حماهم النجاش وهو لا يزال على دين قومه فيما يظهر للناس فحصل بينه وبين عدو له معركة فحمل المهاجرون همًا خوفًا من أن ينتصر عدوه عليه ويفقدون هذا الحماية والتعاطف من هذا الرجل فهم ليس تعاطف لدينه وإنما لما يرجع على دينهم فربما يأتي من لافقها عنده ويقول لمن فعل ذلك أنك رضيت بالشرك أو وليت المشركين يقول أن رضيت بالشرك أو وليت المشركين أو أنت تمدح المشركين أو نحو ذلك لاحظتم؟ وربما يقال أن فيك نفاق لأنك حزنت أو فرحت لكن هذا القول الجزاف لا بد أن يعرف الإنسان ما سبب فرحه وما سبب حزنه فإن كان سبب حزنه أو فرحه لمنهج ذلك الرجل فهو مثله لأن الإنسان على دين من يحب وإن كان لما يستفيد المسلمون من ذلك فهذا لأجل الإسلام وليس لأجل غيره والناس يخلطون في هذه المسايا الخلط وأحيان يعني يتعصب بعضهم لآراء وربما تشاتموا وظلل بعضهم بعضا وإذا سبرت الأمر فكأن الخلاف بينهم إنما هو صوري لكن يعتدي بعضهم على بعضهم في الألفاظ فإذا رجعت إلى الحقيقة فإذا الخلاف بينهم شبه صوري وهذا فيه شبه من هذه الأحداث التي ترونها الآن يعني في العالم الإسلامي ونحو ذلك فإن الناس يختلفون في تقييمها ويختلفون في نتائجها وبعضها رجم بالغيب وأحيان يترتب على مواقف بعضهم عدوان على بعضهم وأحيان تكون القضايا التي يتخاصمون فيها موهومة موهومة أصلاً ما هي يقينية ولا حقيقية وإنما هي موهومة ولهذا إذا كانت الفتن بهذه الشكل وتموج فإن الفتن لا يخاض فيها إلا بعلم وعدل لا يخاض فيها إلا بعلم وعدل فإن الفتن إذا جاءت فكما أنه يحرم بيع السلاح بالفتنة يحرم بيع السلاح بالفتنة فكذلك يتوقف الإنسان عن الكلام الذي يؤجج نار الفتنة الكلام الذي يؤجج نار الفتنة بين المسلمين فإنه يتوقف عنه حتى تستبين له المحجة فإذا تكلم بشيء من ذلك فلابد أن يتكلم بعلم وعدل ولا يجرمه بغض فصيل على أن لا يعدل معه في الحق اعدلوه أقرب للتقوى ولذلك هذه الأمور الأصل فيها أن تردل الذين عندهم علم بالأمر فهم الذين يقيمونه تقييماً صحيحاً فإن بعض الناس الدنيا مشرقة وتقييم لها مغرب ويبني على ذلك أحكام وهكذا لوجود فوضى فكرية وفوضى في معرفة الأدلة وفوضى في معرفة القضايا وتحزبات هذا يتحزب لفصيل وهذا يتحزب لفصيل ونحو ذلك وهذا مما يؤجج العداوات بين المسلمين بل ليس بين العوام فحسب بل أحيان بين بعض طلاب العلم وبين بعض أنصاف المتعلمين ونحو ذلك فالأصل أن الإنسان لا يدخل في شيء إلا بعلم وعدل فإن عرف ذلك تكلم به وإن لم يعرفه فيسكت هذا الذي أسلم له وأيضاً لا يحمل موقفه ما لا يتحمله فإنك تجد بعض الناس مثلاً لما يحزن لقضية أو يفرح لقضية ياتي بعضهم وينزل الآيات التي في المنافقين فينزلوا عليه وياتي بالآيات التي في المؤمنين فينزلها على الفئة الأخرى وهذا تلعب بدين الله عز وجل فإن بهذا كأنك حكمت لهذا بالإيمان الصحيح وكحكمت على خصمه بالنفاق الصريح وقد يكون الأمر ليس كذلك أصلاً قد يكون الأمر ليس كذلك أصلاً فأيضاً التحرز في تطبيق الآيات والأحاديث على الواقع المعاش هذا أمر مهم جداً هذا أمر مهم أن تطبق آية وحديث على واقع أنت غير متأكد منه ألبت أمر غير متأكد منه وهذا أمر لا يخفى عليكم خاصة في هذه اللي سمونا ثورة الاتصالات والأخبار المتلاحقة والتحليلات المتلاحقة يعني ما تحصل فتنة في العالم الإسلامي إلا ويثورون الناس فيها ثورة عجيبة ومن سلم المسلمون من لسانه ويدر ولهذا قضية البرهان أمر مهم فهذا التقليد ما نفع الذين إنهم ألفوا آباءهم ظالين ما نفعهم لأن ما في براهين موجودة البراهين مع الرسل لكن هؤلاء عظموا الآباء فأخذوا قولهم من غير دليل فكذلك الذي يعظم أحزاب معينة ويأخذ قوله بغير دليل فهو فيه شبه من هذا الذي يعظم أحزاب معينة فإذا تبنى الحزب موقف تبناه من غير برهان فهذا فيه شبه من هؤلاء أين البرهان عليك أن تطلع على البرهان وتعرف البرهان فإن لم تكن عندك قدرة على معرفة الأدلة فانظر إلى أعلم الناس وأتقى الناس وارجع إلى قوله هذا فيما تعمله أنت أما التحليلات العالمية هذا لا يعنيك شيئا سواء عرفت أو لم تعرف ما يعنيك شيئا هذا لا يعنيك شيئا لكن أنت مكلف فيما تعمل أنت إما أن تعرف الحق بدليله وإما أن تسأل من تثق في دينه وعلمه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إنهم ألفوا آباءهم ظالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين يعني كثرة الناس إذا توجهت لشيء لا يدل على أنه الصواب إذا رأيت أكثر الناس كلهم على شيء هذا ما يدل على أنه الصواب الصواب ميزانه شيء آخر ليس بالكثرة ولا بالقلة ميزانه الدليل ولهذا أكثر الأولين أكثر اتباع الانبياء ظلوا فمن غرته الكثرة فإنه سوف يمشي مع الكثرة إلا إن كانت الكثرة من أهل الصلاح فإن أهل الصلاح يوفقهم الله عز وجل ويسددهم وهي سبيل المؤمنين وهو الإجماع التي يحصل عند المسلمين فإن كان الكثرة لأهل الصلاح على أمر هذا يحتاج أن تتبع سبيل المؤمنين ما لم يكن في دليل ترى أنه صريح في المسألة فإن كان عامة الناس أو فسقة الناس أو جهال الناس فهؤلاء لا يدل على شيء ولهذا قال فإن هذا لم يرفع بالحق راسا وإنما اتبع الباطل إما لأن عليه الأباء والأجداد أو لأن عليه أكثر الناس ولهذا قال يخبر تعالى عن الأمم الماضية أن أكثرهم كانوا ضالين يجعلون مع الله آلهة أخرى وذكر تعالى أنه أرسل فيهم منذرين ينذرون بأس الله عز وجل ويحذرونهم سطوته ونقمته ممن كفر به وعبد غيره وأنهم تمادوا على مخالفة رسولهم وتكذيبهم ولهذا قدم النذار على البشارة لأن الإنسان في حال صحته أكثر ما يهزه الخوف أكثر ما يهزه الخوف والرجاء أمر مهم جدا لكن الرجاء يقوى عند العبد في حال يكون قريب من الموت أو في حال المرض أو نحو ذلك يحسن الضم بالله عز وجل ويكون على رجاء لكن الخوف تخويف الإنسان في حال الصحة والعافي أمر مهم جدا ولهذا قال فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين يعني هؤلاء الذين أنذروا فعاقبتهم الذين لم يصدقوا ولم يخلصوا الدين لله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل انتقم منهم وأهلكهم والناس كانوا يعرفون أخبارهم وكثير من القصص كانت متداولة ويسمعون بها ولهذا لفت أنظارهم إلى أن ما يعرفون ما هو شيء يجهلون يسمعون أن الأمم حصل منها كذا وحصل منها كذا وحصل منها ولهذا قال الله عز وجل ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه بالآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين هذا كل ما ذكره عن نوح عليه السلام ونوح أول رسول للناس فإن الناس من ذرية آدم أدعاش على التوحيد عشر قرون ثم تلاعبت بهم الشياطين فحرفتهم عن التوحيد وعبادة الله عز وجل وكان أول سبب انحراف هو الغلو في الصالحين الغلو في الصالحين فإنه مات منهم علماء لهم مكان عظيم في الدين فحزنوا عليهم فاستغل الشيطان هذا الأمر وجاء ناصحا يريد أن يسيروا على طريقهم انظروا إلى قبول النصيحة من الخائن قبول النصيحة من الكذوب قبول النصيحة من العدو فالشيطان مجتمع فيه الكذب والخيانة والعداوة ولهذا الذي يستشير أعداءه ويظن أنهم سوف يمحظون له النصيحة هذا يحتاج لأن يراجع نفسه عدوك يخطط كيف يقعك يعني انظروا بعض في هذا الأزمن المعاصرة بعض من الناس يأتي إلى شركات كفرية يسمون مراكز أبحاث ثم يعرض عليهم قضية ويقول أريد منكم رايا في هذه القضية فيقدمون له رايا يقدمون له رايا وقد تكون مراكز أبحاث نفاقية فيطلب منهم فيقدمون له رايا لكن أعداءك لن يمحظوك النصيحة لأنهم لا يعرفون هم لم يهتدوا بنور الوحي وأي إنسان لا يهتدي بنور الوحي فنظرته قاصرة هو يزن الأمور بميزاني هو يزن الأمور بميزاني هو فيقدم لك مشورة عوجاء ولهذا فليحذر المؤمنون من مثل هذه المراكز البحثية مثل هذه المراكز البحثية تقدم لك أفكار عوجاء من جهلهم بالواقع هم من جهلهم بالواقع يذكرون مرة نكتة أن بعضهم أراد أن يستشير بعض الذين ما عندهم معرفة بالحج كيف يتفاد الزحام في الحج ولكي يرسم له خطة كيف يتفاد الزحام في الحج فقسم الناس قال نصف مثلا يروحون في جماد الأولى ونصف يروحون نصف جماد الأولى ونصف يروحون كذا وبهذا ينقسم الزحام إذا كان أربع مليون ثنين مليون هو ما يدري إن الناس في يوم واحد لا بد أن يكون في عرب الجهل مصيب قالوا هذه فائدة كالآن يعني بعد هذا كله تبدأ نحج في جماد الأولى فالجهل مصيبة الإنسان لا يعرف ما اهتدى بنور الوحي لا يعرف تصص الأنبياء لا يعرف هذه الأمور كيف تظن أنه سوف يمحظ لك النصيحة ولهذا بعض الناس لما استشيط في علاج التطرف في علاج التطرف كيف نعالج التطرف قال التطرف هذا ما سببه قال متحمسين للعقيدة قال بلاشي من تدرس العقيدة مدام تحمسوا العقيدة والعقيدة سوت المشاكل بلاشي يدرسون العقيدة عجيب هذا رايو كذا أصلا ما يدري وش معنى العقيدة هو لكن قال مدام متحمسين للعقيدة بلاشي فتبين أن كثيرا من هؤلاء أصلا ما درسوا عقيدة يعني جاء من بلدان ما درسوا العقيدة أصلا وبعضهم نسب مثل هذه الأمور إلى الشيخ محمد عبدالوهاب لأن بعض الأعداء أعداء الشيخ محمد عبدالوهاب هم أعداء التوحيد حقيقة ما أولوه لأنه محمد عبدالوهاب وأن محمد عبدالوهاب شخص جاء والراح ما أي مشكلة لكن لأنه كان يوضح التوحيد وبينه فتجد له أعداء من طوائف كثيرة منهم أهل النفاق ومنهم العلمانية ومنهم أهل الخرافة الذين يخالفون بالعقيدة فقالوا لي من ركب القضية عليه حتى ننفر الناس من كتبه فقالوا المشكلة في مؤلفات الشيخ محمد عبدالوهاب طيب أين تذهب عقولكم مؤلفات الشيخ محمد عبدالوهاب لها مئتين سنة ما معنى ما أخرج لم تخرج منذ الهؤلاء إلا الآن مئتين سنة وين راحت لو كان المفروض أن اللي أقرب منه اللي أقرب من دراستها بعد عشر سنوات يكون أكثر من هؤلاء المتطرفين ومعنى ذلك أن الأسباب أخرى ليست هذه لكن الجاهل يعني العدو الخاين الكذوب يستغل الانتقام من خصمه بمظهر النصح ولهذا الشيطان استغل عند قوم نوح بمظهر النصح قال أنتم يعني أنا أرى حزنكم على هؤلاء العلماء الكبار كيف تنشطون لتعملوا مثل أعمالهم ثم اقترح الحل وما هو الحل الذي تختريحه قال أنصبوا إلى مجالسهم صور حطوا صورهم عند المجالس في المجلس أنصبوا صورة بحيث لا مر من عنده الناس قالوا هذا العالم اللي مات الله يغفر له ويرحمه كم كان يصلي قالوا كان يصلي كذا ويفعل كذا قال فهذا أنشط للناس إذا رآهم الناس تذكروا أعمالهم اخترع لهم فكرة ولا ما اخترع لهم اخترع لهم فكرة إذا رآهم الناس ولذلك فلما تنسخ العلم عبدت ولذلك الناس إذا قبلوا فكرة من عدو كذوب خائن ربما يخذهم أحيان يظهر في مظهر النصح حتى يدهورهم بعد فترة قال هؤلاء هؤلاء أهل بركة فيهم بركة تمسحوا بهم حتى تنزل البركة الذي عليكم عجيب بعد فترة قال هؤلاء لهم جاه عند الله عز وجل تردون المطر اذهبوا عند قبورهم وادعوا الله بعد فترة ادعوهم وهم يتوجهون إلى الله عز وجل فلما جاء هذا الشرك أرسل الله نوحا إلى الناس وكانت أعمار الناس طويلة في ذلك الوقت فلبث فيهم ألف سنة إلى خمسين عام كل يدعوهم إلى التوحيد وهذا انظروا إلى شدة التمسك بما كان عليه الأباء الذي آمنوا مع نوح ما هم كثير حتى أقرب الناس ولدوا ما آمن به وهذا يدل على أن يعني الحق عزيز ما كل أحد يؤمن بالحق فنوح يدعوهم إلى التوحيد وهم مصرون على كفرهم فلما أراد الله عز وجل الانتقام منهم ودع نوح وطلب النصر من ربه سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى استجاب لنوح لنعم المجيبون استجاب لنوح ونجاه وأهله إلا الكافر الذي ما آمن بأبيه وهذا يدل على فيها دلالات كثيرة أن من أراد الله فتنته ولو كان يرى يعني الأدل بعينه فهذا عند نوح ويرى طريقة والده وطريقة والدته ونحو ذلك أهله كلهم فالله نجى أهله إلا هذا الولد لكن هذا حرم الهداية والعياذ بالله وكذلك قومه يعجبون منه لما يصنع السفينة فالله سبحانه وتعالى نجاه وأهله من الكرب العظيم وإيش الكرب العظيم الكرب العظيم هذا الغرق وهم قد هددوه هددوا نوح عليه السلام ولهذا طلب النصر من ربه وأيضا لأن الله غضب على أهل الأرض فأراد أن يغريقهم فهذا كرب عظيم نجى الله منه نوح ومن ركب معه بالسفينة ولم يبقى على الأرض لأن الطوفان شملها الطوفان شمل شمل الأرض فلم يبقى على وجه الأرض إلا الذين ركبوا مع نوح في السفينة ولهذا قال وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين يعني أن ذكر نوح عليه السلام باقي في الآخرين بل إن بعض الكفار الذين كانوا يجوبون في الأرض ويكتبون عن الاكتشافات لفت نظرهم شيء وهم يقولون يعني الغرب مغرم بالآثار يبحث في الأرض عن الآثار ولهذا يذهبون في كل مكان يبحثون عن آثار كثيرة فهؤلاء يسمون عندهم علماء الأثار داروا على مجموعة ويتصورون في أذهانهم إن الإنسان يسمون الإنسان الأول يتصورون أنه بداء ما يعرف شيء ما يدرون أن الإنسان الأول نوح وأنه نبي وأن عنده نور وهداية ووحي فهم يتصورون عنه يعني يريدون أن يبحثوا عن أحوال البشرية الأولى فيذهبون إلى أدغال أفريقيا عند العراه الجهلة الذين لا يعرفون شيء وليس عندهم أديان الذي لفت نظرهم أنهم يقولون أكثر من هؤلاء ندور عليهم فنجد عندهم حكاية عن الطفان يقولون نجد عندهم قضية أن فيه طفان مر على الأرض وأن ففيه حكاية عن الطفان فاستغربوا من هذه الحكاية كيف وهؤلاء في يعني أقاليم متفرقة وبعيدة عن بعضها وما في لا دراسات ولا تواصل ما الذي جاء بحكاية الطفان إلى هؤلاء ولو كانوا يعلمون لعلموا أن هذا الذين في الأرض هم من ذرية نوح فما بقي من معلومات فهي بقيت يتناقلونها الناس تبقى معلومات تبقى أشياء يتناقلونها الناس وإن كانت قليلة لكن يبقى شيء يتناقله الناس وتركنا عليه في الآخرين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إن كذلك نج المحسنين يعني هذه عاقبة أهل الإيمان وأهل الإحساء فإن الله سبحانه وتعالى ينصرهم ويسددهم ويوفقهم في الدنيا والآخرة إنه من عبادنا المؤمنين وهذا ثناء على نوح وهو من أولي العزو كما تعلمون من الرسل وثم أغرقنا الآخرين ولهذا ذكر ابن كذير مجموعة من الأذار مبيدة هنا منها ذكر قال لم تبقى إلا ذرية نوح عليه السلام وهذا واضح القرآن قال كلهم من ذرية نوح وذكر الترمذي هنا حديث قال الله الترمذي بسنده أن سمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين قال سام وحام سام وحام ويافذ وهذا قال عنه المحقق سنده ضعيف لضعف سعيد بن بشير كما في التقريب وعن عنه الحسن وقد توبع سعيد بن بشير كما سيأتي ويبقى الانقطاع بين الحسن وسمر فقال الإمام أحمد بسندي عن الحسن في نفس هذا عن سمر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال سام أبو العرب وحام أبو الحبش أو الحبش ويافذ يافذ أبو الروم وهذا أيضا قالوا سنده ضعيف يعني ذكر متابعة له وقال عنها صححه الحاكم ووافقه الذهبي قالوا المرادب الروم ها هنا هم الروم الأول وهم اليونان المنتسبون إلى رومي ابن ليطي ابن يونان ابن يافذ ابن نوح عليه السلام ثم روى من حديث إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال ولد ولد نوح عليه السلام ثلاثة سام ويافذ وحام وولد كل واحد من هؤلاء الثلاثة فولد سام العرب وفارس والروم وولد يافذ الترك والصقالبة ويا جوت وما جوت وولد حام القبط والسودان والبربر وهذا قال ذكره الطبري في التفسير من غير سند وقال أيضا في رواية الحاكم والمستدرك قال فإن الإسناد ثابت عن سعيد بن المسيب المهم أن سواء كانت هذه صحيحة المهم أن الذين باقون هم ذرية نوع عليه السلام نعم ولا فضلا لعربيين على عجمين لا بالتقوى المرجع إلى آدم عليه السلام سواء كان من أي نسل من هؤلاء وإنما يذكرها أهل التاريخ فقط لكن هذا لا يدل على فضل جنس على جنس إلا من اختارهم الله عز وجل واصطفاهم كما اختار الله عز وجل ولد إسماعيل ثم اختار العرب ثم اختار من قريش ثم اختار بني هاشم ثم اختار الرسول صلى الله عليه وسلم من بني هاشم فهذا اصطفاء لنسب الرسول صلى الله عليه وسلم اصطفاء لنسب الرسول وإلا فالحديث واضح لا فضلا لعربي على عجمي إلا بالتقوى فلا يقدم أحد على أحد إلا ما دل عليه الدليل ما دل عليه الدليل كقول الرسول صلى الله عليه وسلم الإمامة في قريش ما بقي من الناس اثنان قدموا قريش ولا تتقدموها ونحن فما دل عليه الدليل فهو الذي يعمل به والمراد التقديم في شيء محدد وليس في التفضيل ليس في أنك تجعل فضل للنسب إذا فقدت التقوى فإن التقوى مقدمة ليس للنسب فيمة إذا فقدت التقوى إذا فقدت التقوى فلا يستفيد من نسبه فأبو جهل تعرفون نسبه وأبو لهب تعرفون نسبه والناس يقرؤون الذنب فيه في القرآن وفي الأحاديث فإن الميزان عند الله عز وجل بالتقوى لكن لا تلغى الأدلة التي دلت على أشياء معينة مثل تحريم الصدقة على أهل بيت النبوة ومعرفة فضلهم ومحبتهم ومختص به من الأحكام ومثل ما أسرد لبني شيبة فيما يتعلق بمفتاح الكعبة فما دلت عليه الأدلة فيعمل بما جاء فيه بالدليل وقوله تعالى سلام على نوح في العالمين مفسر لما أبغى عليه الذكر الجميل والثنال حسن أنه يسلم عليه في جميع الطوائف والأمم إن كذلك نجي المحسنين أي هكذا نجي من أحسن من العباد في طاعة الله تعالى ونجعل له لسان صدق يذكر به بعده بحسب مرتبته في ذلك ثم قال تعالى إنه من عبادنا المؤمنين أي المصدقين الموحدين الموقنين ثم أغرقنا الآخرين أي أهلكناهم فلم يبقى منهم عين تطرف ولا ذكر ولا عين ولا أثر ولا يعرفون إلا بهذه الصفة القبيحة ثم قال بعد ذلك وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أيفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين ولعل ما يتعلق بإبراهيم ودعوته ونؤجله إلى الدرس القادم حتى يكون الموضوع مترابط مع بعضه ونكتفي بما سمعتم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوبه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر